السلام عليكم ورحمة الله ومتتبعاتي كبير اللبس عليكم مبارح من بعد مراتنا الفيديو اليوم سوف نحضر معكم شكيلات كجوزالة شيشة كما ترى في الفيديو سوف نفعكم لجميع أنواع الفطائر أتمنى الفيديو لا تنسوا إعجاب الفيديو سوف نحضر معكم ونمركم على العادة لكي نكمل الفيديو بعد مراتنا العجينة كما ترى معي فهذا العجينة تستمع لكم يمكن أن نفعكم حتى الفطائر في المحلات لكي تنفعكم وحتى لكم ونفعكم سوف نأخذ العجين بعد مراتنا كما ترى لكي ترى لكي ترى لكي ترى ونفعه ونفعه لكي نحضر لكي نفعه لكي نفعه لكي نحضر لكي نفعه ثم سيضم بيضة كاملة مع الماء سيضم بيضة على الخلطة مع الماء سيضم بيضة كاملة مع الماء سوف نأخذ هذه الطواياه الخاصة بالباقة التي تسألون على دي مرة سأخذتها في المحل الذي كنت تصورت معكم في القناة سوف نستفهم ونجعلهم حتى يخمروا كما قلت لكم سوف نستخدم بيضاء ونجعلهم حتى يخمروا سوف نقوم بحل فطيرة كبيرة سوف نقسم العجين بشكل طولي على ثلاثة ونحاول ان نقاددهم يكونوا تقريبا قد قد سوف نقوم بشكل طولي جديد سوف نقوم بشكل طولي على الغزاء سوف نظروا الغزاء سوف نقوم بثلاثة طولي على الغزاء نضيف القناة الاسفل و نضيف الهواء و نضيف البيضة كاملة نضيف الهواء و نضيف الهواء و نضيف الهواء بالفروماج و ربع المعدنوش و شوية التومة نضيف الستق decide نضيف الهواء نضيف الهواءو حرة كاملة نضيفسة المستمرة و نضيفسة ثم take off بناء اللذي الخضير فران تشعله على درجة حرارة 60 درجة و تدخلوا في الطاوة و تصدوا و تجعلوا 60 درجة أقل سوف نضع الخبز بالخبز سوف نضع الخبز بالخبز فقط نضع النتيجة سوف نضع الجفن وبعد ذلك نضع الخبز لجليست ثم نضع خبز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة